سريبة جزائرية خطيرة لمخطط خبيط لكي يستهدف المنتخب المغربي الوطني في قطر وكذلك على الجماهير المغربية شهر العسل ما بين فرنسا والجزائر انتهى بسبب المغرب فرنسا تريد تعيين سفير جديد بالرباط والجزائر تقطع الغاز على فرنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة إلا الله على بركة الله قد ندخل أصول بالموضوع اليوم إخواني أخواتي كدخش تسريبة جزائرية لمخطط خبيط والليك يستهدف المنتخب المغربي الوطني في قطر وكذلك على الجماهير المغربية وحسب تسريبة الجزائرية رسلات ألف عضو من الأجهزة الأمنية ديالها واللي كينتميوا إلى المخابرات تيريس رسلتهم لقطر منتحلين صفة مشجعين بهويات مغربية مزورة من أجل قيام بعملية الشغب وإنساقها بالجمهور المغربي من أجل لسق وصمت عار على الجماهير المغربية وعلى المملكة المغربية وهذا الشيء كل الإخوان هو غل وحقد من تواجد المنتخب المغربي فهذا التظاهرة العالمية على حكس المنتخب الجزائري اللي يخسر أمام المنتخب الكاميروني واللي لازالة لحد الآن الجزائر كالسنة المعجزة باش المنتخب الجزائري يحضر هادة التظاهرة العالمية راسك ربي يسهب علي كيفية تجيب الماش تدبر راسك الفيديو اللي يقول لك عليها عند السلطات الفرنسية أعطوها لك ما أعطوها لكش مع البريش أنا المهم عندي أمل رامي يقولوا لي صوفيا أستمني تغالى سيرتخيز إن شاء الله لفا نوفمبر في قطر هاد الناس إخواني أخواتي مازال نهار لفا نوفمبر كما قالت هاد سيدا كينتظروا أن المنتخب الجزائري يشارك في هادة التظاهرة العالمية وعليه رسالة للجماهير المغربية الحاضرة في قطر كونوا على حضر كونوا على حضر مستمر وأي واحد حاول يخلق الشوشرة مع لكم غير توجهوا السلطات دي القطر المعنية وتقدموا بلغات بطبيعة الحال لا شك أنكم غدي تتعرضوا الاستفزازات وكذلك تتلقوا مع العديد اللي غدي يبغيوا بطريقة أو بأخرى يستفزوكم لهذا الحضر ثم الحضر انتقلوا لفرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي في شلف اللعبة ديالله وهي اللعبة للحبلين بعدما النظام العسكري الجزائري كشفع مرة أخرى عن خبطه وتشهير بورقة الغاز في وجه فرنسا اليوم الأزمة الصمتة اللي بين الجزائر وفرنسا خرجت للعلن وأن الجزائر خرجت ورقة الغاز لإبتزاز إيمانويل ماكرون وكتعلن تأجيل صفقة الغاز مع فرنسا لأجل غير مسمع في مساومة رخيصة ديال النظام العسكري الجزائري الذي يشهر ورقة الغاز وتزامنا مع الزيارة إيمانويل ماكرون الأخيرة للجزائر أثيرت عدة تساؤلات حول التمن ديال طيس صفحة الخلافات مبيل الجزائر وفرنسا فالإجابة جات بسرعة على كل أسئلة العالقة ومع إصدار نظام العسكري الجزائري عقوبة المؤبد في حق الرئيس فرحة مهني هذا الرئيس فرحة مهني لأصبح مصدر إزعاج للنظام العسكري الجزائري علاش لأنه قيف ضح الضعف وفشل هذه العصابة فالإعلام ديالنظام العسكري الجزائري يكشف عن الأزمة الحقيقية اللي كان ما بين فرنسا والجزائري يعني أزمة ديبلوماسية اللي بقت أزمة صامتة منذ الزيارة ديال إيمانويل ماكرو وكشف النظام عن تأجيل مباحثات مع فرنسا حول الصفقة ديالغاز وأفدت كذلك يعني مصادر بأن النظام العسكري الجزائري كشف عن خبته مرة أخرى حين أبلغ فرنسا على تأجيل مباحثات حول الصفقة ديالغاز إلى أجل غير مسمى وهذا الشي أغضب بطبيعة الحال باريس لأنها كانت كتعود على هاد الإمدادات اللي تعود الإمدادات الروسية وأوضحت المصادر أن النظام العسكري الجزائري رفض إجراء أي مفاوضات مع فرنسا قبل نهاية هذا العام كما كان المقرر بحيث أجيل الحديث إلى العام المقبل كشفت نفس المصادر أن الخلافات الصامتة اللي كانت بين البلدين فعلى الرغم من توقيع عبد المجيد وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي من أجل شراكة متجددة بين البلدين إلا أن الجزائر لم توفي بالوعود وترجعت بسبب دعم فرنسا للمغرب رجعت للابتزاز ديالها وهذا الشي بطبيعة الحال اللي كيضرب السمعة ديال هاد البلد وكتقول بعض المصادر أن عبد المشيد طرح شروط على إيمانويل ماكرون لتحسين العلاقات اللي كتضمن سليم مطلوبين للجزائر من بينهم الرئيس ديال القبائل فرحات مهني والملاحق منذ عقود وكذلك شخصيات أخرى كتهمها سلطة الجزائرية بالإرهاب ومن غير الواضح إن كان إيمانويل ماكرون غادي يرضخ في مصمار دي المساومات أو أن صرف النظر على هات الشحونات ديال الغاز مقابل تسليم المطلوبين أصلا الإخوان فرحات مهني الجزائر سحبت منه الجنسية وبالتالي لا يخضع إلى العقوبات الجزائرية فمن الواضح أن الصفقة اللي كانت بين الجزائر وفرنسا مهددة بالفشل خصوصا مواصلة القادة الفرنسيين إلقاء تصريحات مستفزة واللي كتشكك في الويض الجزائر لإبتزاز واستفزاز الجزائريين بها طبعا نقطة التي أفضت الكأس حسب جونافريك الفرنسية اللي قالت أن خلال الجلسة دي المجلس الأمن اللي عقدت في نهاية أكتوبر في نيويورك فرنسا كانت في منتصف شهر العسل مع الجزائر ولكن بقيت وافية ووقفات وسوطت لقرار دي الـ 26-54 يعني سوطات لصالح المغرب كل اللي كيأكد بشكل صريح مسؤولية الجزائر عن الصراع في الصحراء المغربية وأضافت هذه الصحيفة أن باريس سلطة الضوء على الحاجة إلى إعادة إطلاق اجتماعات دي المائدة المستديرة بحضور المغرب والجزائر والبوليزاريو وموريطانيا وهذا شيء قدر إزعاج كبير للجزائر وقالت بالليه هذا شيء يشكل تقدم ديبلوماسي للمملكة المغربية هذه الصحيفة أشارت إلى تصريحات السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة اللي ذكر موقف فرنسا للصحراء المغربية وقال أن موقف فرنسا من الصحراء المغربية لم يتغير أبدا وقرر دعم بلاده للحكم الذاتي اللي اقترحه المغرب سنة 2007 وحسب كذلك جونافريك اللي قالت أنه في نظر المغرب هذا الموقف والمتمثل في قرار الخطة المغربية هي حل موتوق للنزاع لم يعد كافي خاصة أن الريباط تستفيد من دعم أكتر تقدما من أمريكا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، ألمانيا وأضفت صحيفة نقلا عن ديبلوماسي مغربي قال نريد أن نسمع الحل المغربي الأكتر مصداقيا كذلك أشارت هات الصحيفة اللي هي جونافريك أن المغرب عنده شروط مسبقة لزيارة إيمانويل ماكرون كتقول بلي أحد شروط ديال الزيارة هو تعيين سافير جديد في الريباط إلى جانب مطلب المغرب من فرنسا اللي هو موقف تابت من الصحراء المغربية وحسب كذلك الصحيفة اللي كتقول عن مصادر مقربة جدا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يبحث بشكل سريع عن مرشحين من كبار المسؤولين ووزراء سابقون مستشارين بالإليزي لخلافة السفيرة هيلين لوغار لغضرة المغرب في نهاية الصيف وأضفت المجلة أن هذا التعيين هو شرط مسبق لزيارة إيمانويل ماكرون للمغرب إخواني أخواتي ماكرون حاولي لعب إلى الحبلين وأعطى للجزائر يعني واحد الأولوية وقدم بعض التنازلات المتعلقة بالذاكرة التاريخية يعني مقابل الغاز ولكن فشلت له لأن المغرب كيقلب على موقف تابت وواضح من فرنسا كذلك الجزائر كتقلب العداء للمغربية يعني الغاز مقابل العداء ومقابل الصحراء المغربية ولكن بهذا التصرفات الصبيانية والأخلاقية فالجزائر كتضرب الصمع ديالها والدول كاملين كيعتبروها دولة لا تيقى فيها دولة صبيانية دولة متهورة فإخواني أخواتي وصلنا النهاية لهذا الفيديو كنتمنى منكم أنكم تدعمونا بالضغط على الزر إيجاب كذلك بالبرتاج والاشتراك شكرا